أصل الإيمان كما هو معروف إيمان المسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا شك أن الحاج ينبغي أن يهتم كل الاهتمام بهذا الأمر وأن تكون عقيدته صحيحة لأن الإيمان هو أساس العمل وهو ممطلق عن مسلم في حياته وما يعتقده المسلم ويؤمن به أساس وممطلق لأعماله في حياته كلها ولذلك إذا كان الاعتقاد نسأل الله العافية غير صحيح أو فيه إشكالات كذلك الأعمال تكون غير صحيحة أو فيها إشكالات وطبعا أصل الإيمان كما هو معروف إيمان المسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه الأركان وضرورة الإيمان بها كما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وردت النصوص كثيرة فيها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية طبعا معنى الإيمان بالله أن يقرى المسلم بربوبية الله بإلهية الله بأسمائه وصفاته وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة فطبعا توحيد الربوبية توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله خلقا ورزقا وحياة وموتا وأنه رب كل شيء ومليكه توحيد الألوهية يعني أن يفرد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالعبادة في كل أنواع العبادات توحيد الأسماء والصفات يعني أن يثبت المسلم لله سبحانه وتعالى ما أثبته له في كتابه أو في السنة النبوية ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات وأن يحرص كل الحرص أن يسير على المنهج الصحيح في عدم التأويل عدم التشبيح عدم التعطيل عدم التحريف ليس كمثله شيء وهو السميع الوصير هذه الأسس أو أركان الإيمان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولذلك لا بد أن تكون الدعوة متجهة إلى أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وسنة رسوله